فشل نواب الأمريكيون في انتخاب رئيس لهم بعد جولة تصويت رابعة في مجلس النواب الأمريكي. وكان المجلس عقد ثلاث جولات للتصويت. فشل خلالها الزعيم الجمهوري كيفين مكارثي بالحصول على 218 صوتا اللازمة للفوز بهذا المنصب. هذا وأرسل عضو مجلس النواب الجمهوري مات جيتس المعارض لانتخاب مكارثي رسالة للمهندس المعمري للكابيتول بريت بلانتن لسؤاله عن سبب السماح لمكارثي بشغل مكتب رئيس مجلس النواب. فكيف سيتفق الجمهوريون على أجندة المجلس مستقبلا في ظل فشلهم والاتفاق على اختيار رئيس له. وإذا فشلوا فكيف سيتفقون على أجنداتهم وقضياهم خلال العامين المقبلين. وهل هذه الخلافات داخل الحزب الجمهوري عميقة لحد الفشل باختيار رئيس للأغلبية في المجلس. وكيف ستكون أعماله في دورته الجديدة. المزيد ينضم إلينا من الكونغرس مرسلنا عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن في ظل هذه الجولة الرابعة هل سنشهد اليوم انتخاب وجولات أخرى؟ وما هو المتوقع من مصير هذه الجولات؟ نعم في الحقيقة نحن الآن في الجولة الخامسة بدأت بالفعل الجولة الخامسة من التصويت على منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي. بنفس المرشحين كيفين مكارثي عن الكتلة الكبيرة في الحزب الجمهوري وحكيم جيفريز عن الديمقراطيين وبراين دونالز عن الكتلة المعارضة لكيفين مكارثي. وهو الذي حصل على عشرين صوتا في الجولة الرابعة. وربما يحصل على نفس الأصوات. إذن لا يوجد أي أفاق للاتفاق بين الجانبين. بين الحزب الجمهوري وبين معظم أعضاء الحزب الجمهوري والكتلة المعارضة. وعددها حوالي تسعة عشر أو عشرين عضو. الجدير بالذكر أن باب جود وهو عضو مجلس النواب الجمهوري قال قبل قليل فليستغرق التصويت عدة أيام أو عدة أسابيع. ولكننا متحدون كجبهة معارضة ضد مكارثي. ولن نستسلم ولن نصوت له كرئيس لمجلس النواب الأمريكي. بل نطالبه بالانسحاب من الترشح. حتى بعد الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دوراند ترامب ونائبه مايك بينس. على هؤلاء المعترضين على ترشح مكارثي. إلا أنهم يتشبثون بقوة على موقفهم. ويصرون على عدم الموافقة للتصويت لكيفين مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي. ولذلك يتوقع أن يكون هناك تصويت سادس. وبعد تصويت السادس أو حتى السابع ربما يتم تأجيل التصويت ليوم غد الخميس. كنت قد ذكرت في النشرة الماضية أن كيفين مكارثي تقدم بطلب للتأجيل التصويت الرابع حتى يوم غد. ولكنه سحب هذا الطلب بعد علمه فورا أن الكتلة المعارضة من الحزب الجمهوري لن تصوت لصالح هذا التأجيل. ولذلك كان سيخسر هذا التصويت على التأجيل. الآن الموقف صفر. المسافة صفر. كما نحن يوم أمس نفس الموقف بل ربما ازداد بعض التعقيدات بعض من التشبث بالأراء بأن الكتلة المعارضة للزعيم الجمهوري كيفين مكارثي تصر على رأيها بألا تصوت له كمرشح لرئاسة مجلس النواب الأمريكي. الجانب الآخر الديمقراطي يصرون على التصويت فقط لمرشحهم الأبرز والوحيد وهو حكيم جيفريز زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب. في المجمل هناك حالة من الاستياء بسبب أن هذا يؤدي إلى تأجيل الكثير من التشريعات الهامة. الكثير من جلسات الاستماع في أجندة الحزب الجمهوري. وحتى أيضا تعطل بعض من أهداف الرئيس الأمريكي جو بايدن. ولذلك الجميع في انتظار ولا أحد يعلم إلى أي مدى يمكن أن تنتهي عملية التصويتات. نعود إلى الماضي سريعا وذكرنا ذلك مرارا. ما حدث في عام 1856 استمر هذا الأمر لمدة شهرين واستمر ب133 جولة من التصويتات. ولذلك سنرى ما ستقول إليه الأمور بعد عدة التصويتات. هذه إن كان سيرضخ أحد من الأطراف الجمهورية للآخر حتى يتم تنصيب رئيس مجلس النواب بواقع 218 سوطان. شكرا على هذه المعلومات عبد الرحمن من الكونغرس. أيضا لتحليل ما يجري من عدم انتخاب والتصويت على اسم مكارثي في مجلس النواب. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. وينضم إلينا من واشنطن توم ديفيس. عضو الجمهوري السابق في الكونغرس الأمريكي. ومن واشنطن أيضا رافي بيري. أستاذ العلوم السياسية في جامعة هاورد. أبدأ معك أستاذ رافي. برأيك كيف سيتفق الآن الجمهوريون على أجندة المجلس مستقبلا. في ظل عدم اتفاقهم وفشلهم في التصويت على مكارثي. كي يكون رئيسا لمجلس النواب. هناك تشريع بدون متحدث أو رئيس لمجلس النواب. هذه هي الخطوة الأولى. لا أحد مننا شاهد شيئا مثل هذا في التاريخ الأمريكي. الدستور في الواقع لا يتطلب أن يكون رئيس مجلس النواب عضو في مجلس النواب. كتبت الدستور قالوا هذا الفرد يمكن أن يكون مثل جورج واشنطن في المؤتمر الدستوري. بمعنى شخصية تعمل على الوساطة بين الأطراف. والتأكد من أن الجميع يتم الاستماع له. ولكننا تحولنا إلى سياسات حزبية. ونشاهد ما نراه الآن الحزب الجمهوري في حالة فوضى عارمة. ولا يمكن التصويت إلى أن يتم إنجاز هذه المهمة. أستاذ توم كما استمعنا إلى أستاذ رافي يقول بأن هناك فوضى عارمة. برأيك إذا فشل اليوم النواب الجمهوريون مجددا وهم فشلوا. كيف ممكن سيتفقوا على أجنداتهم وتصويت على مشاريع قوانينهم. وكيف سيؤثر ذلك على الحزب الجمهوري عامة؟ عدة أشياء. أعتقد أن هذا يمكن أن يستمر لعدة أيام. وهذا يمكن أن يحسم على مستوى القاعدة في الحزب الجمهوري. عندما ينفذ صبر الأعضاء. أو يمكن أن يتم هذا. ولكن بعد فترة من الوقت والتكلفة ستكون عالية. من الصعب أن نرى الآن أي أحد في الجانب الجمهوري يحصل على 218 صوتا. والأعضاء العشرين هؤلاء ربما يتراجعوا بعد فترة من الوقت ويقدموا تنازلات. المسألة تأخذ وقت لحين إنهاك الطرف الآخر. ولا أرى هذا ينتهي بسرعة حاليا. ولكن هذا ما سيتم. لم نمر بموقف مثل هذا منذ مئة عام. أنا تحدث مع بعض الأفراد بالأمس. وهم مصرين على رأيهم. ولكن مكارتي هو الخيار. خيار الحزب. لديه 180 صوت مؤكد. والابتعاد عن هذا سيكون صعبا. ربما العملية تستغرق وقتا إلى أن ينفذ الصبر. وأنا كنت رئيسا للحملة الانتخابية لدورتين. والكل يعرف أنه بعد سنتين ستكون هناك انتخابات رئاسية. يجب أن نتذكر هذا. ولكن في نفس الوقت هذا إحراج للجمهوريين. وعندما تبدأ القاعدة الجمهورية في التحرك. سيكون هناك حراك في الكونغرس. أستاذ رافي هذا إحراج للجمهوريين كما يقول الأستاذ توم. ننوه الآن بأن هذه الجولة الخامسة أيضا فشل فيها النواب الجمهوريون بالتصويت. وتسمية كيفين مكارتي ليكون رئيس مجلس النواب المقبل. رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي. وهي في طريقها إلى القاعة. سئلت من قبل الصحافيين إذا كان الديمقراطيون سيسهلون أو يمهدون الطريق إلى كيفين مكارثي. قالت بأن هذه هي مشكلتهم وهذه هي المشكلة من صنعهم. وهذا ما يسمى بالقيادة. ويجب أن يكونوا قادرين على حلها. وبالتالي لا تضع هذه المشكلة أمام باب أو عتبة الديمقراطيين. كيف تنظر إلى هذا التصريح؟ أنا أتفق مع السيدة بيلوسي. لقد واجهت نفس المشكلة في التجمع الحزبي. واستطاعت أن تحصل على نتائج. ولكن بأغلبية ضئيلة. دعني أستعيد بعض الأشياء التي يمكن أن تحدث. أحدهم مثلا يمكن أن يحصل على أغلبية. والديمقراطيون عندما رشحوا جيفريز حصل على 212 صوتا. وهذا قد يرغم الجمهوريين على تعديل مواقفهم. ولكن حاليا هناك بعض الجمهوريين الذين قد يودون أن يروا جيفريز رئيسا لمجلس النواب بدلا من مكارتي. ربما نحتاج إلى عطلة نهاية الأسبوع كي تهدأ المشاعر. وقد يكون هناك عدد من الجمهوريين الذين قد يذهبوا إلى الديمقراطيين ويقولوا دعونا نتوصل إلى صفقة. هذا لن يحقق ما يريده الأعضاء. ربما هذا سيكون له رد فعل عكسي. أعتقد علينا أن نتحرك في هذا الاتجاه أو ذاك. وربما بعض العشرين قد يقرروا أن ينتخبوا مكارتي. ولكن لا أرى هذا يحدث سريعا. يجب أن يكون هناك تصويت يذكره بهذا. وإلا سنستمر لفترة طويلة. أستاذ رافي إلى أي مدى كما ذكر أستاذ توم هناك إمكانية أن يتوجه بعض النواب من الحزب الجمهوري إلى الديمقراطيين لطلب مساعدتهم. وبالتالي إلى أي مدى نحن هنا أمام صفقة ممكن أن يستفيد منها الحزب الديمقراطي. هذا ممكن ولكن من غير المحتمل لأن المناخ الآن مناخ استقطاب. لا أعتقد أن هذا سيحدث ولكن قد يحدث كما قال الضيف وربما نذهب إلى تصويت جماعي. أعتقد أنه لا يبدو أن هناك حل واضح. لا يوجد مرشح آخر يمكن أن يحصل على مئتي صوت نهيك عن 218. إذا لم يتم انتخاب مكارتي عليهم أن يعودوا وأن يبدأوا من جديد. وهذا لن يتم في الأيام القليلة القادمة. عليهم أن يبدأوا من الصفر وربما يحتاجون إلى عدة أيام أو حتى عدة أسابيع. ولكن الجمهور الأمريكي ليس لديه هذا الوقت. هذا إحراج للحزب الجمهوري. أيضا هذا إحراج للبلاد. علينا أن ندع الكونغرس يصوت لتمثيل مصالحنا. وهذا يخدم البلاد. هناك مثلا منطقة مدينة واشنطن. لم يتم عمل شيء لأن الأغلبية في مجلس النواب غير قادرة على تعريف قائد. وهذا يظهر ما يمكن أن نتوقعه في السنتين القادمتين. وأنا أتفق مع تعليق زميلي الذي تحدث وأشار أن الأولوية التشريعية مهمة بالنسبة للانتخابات الرئاسية. رأينا الناس يهتمون من عدم وجود تمثيل فعال في الكونغرس. الجمهوريون والديمقراطيون في السنوات العشر أو عشرين سنة الماضية كانوا في رأي الناخبين غير فعالين. في التوصل إلى تشريعات. وهذا هو عملهم. أستاذ توم. اشرح لي لماذا النائب المقرب والمناصر للرئيس السابق دونالد ترامب ماد جيتس. قام بالتصويت للنائب جيم جوردن. فيما الأخير جيم جوردن قام بالتصويت لكابن مكارثي. إلى أي ماذا هذا يدل على وجود خلل في القيادة داخل الحزب الجمهوري؟ أعتقد أن ماد جيتس لديه مسائل شخصية. هذا غير صحيح بالنسبة للعشرين عضو. ولكن ماد جيتس لديه عداوة شخصية تجاه مكارثي. ولا أرى جيتس يصوت لمكارثي على الإطلاق. ولكن هذا لا ينطبق على الأعضاء الآخرين. ربما يكون هناك تغيير. ولكن بالنسبة لجيتس لا. تذكر الأعضاء ربما لا يحبوا ترامب. ولكنهم يخافون من ناخبي ترامب. وإلى أن يقول الناخبين أنهم يريدون مكارثي. لن يحدث شيء. سوف نرى ما سيحدث في الأيام القادمة. سوف نرى كيف يتحرك الرأي العام في الدوائر الانتخابية. قد يكون هناك إرغام للنواب الانتخاب مكارثي. المسألة تتطلب وقتا إلى أن ينفذ صبر الناس. الطرفان يشعران أن الوقت لصالحهم. وإذا لم يحل الجمهوريون المشكلة. ربما نرى صفقة مع الديمقراطيين. مما يعطي الديمقراطيين نفوذ إضافي في هذا الكونغرس. ربما لا يستحقونه. وهذا يضع الديمقراطيين في موقف جيد. أستاذ رافي ما هي برأيك الأسباب التي دعت العشرين نائب الجمهوري للتصويت بشكل لا يتوافق مع خطة الحزب الجمهوري عامة لتسمية كيفين مكارثي. خصوصا بأن كيفين مكارثي كان من الفترة الأخيرة من أحد المناصري الرئيس السابق دونالد ترامب. اليوم معظم المناصرين من النواب في الحزب الجمهوري داخل مجلس النواب وداخل الكونغرس لا يريدون إعطاء صوتهم لكيفين مكارثي على الرغم من أنه أحد مناصري ترامب. هل ممكن معرفة وشرح هذه الصورة؟ الحزب الجمهوري دائما فيه ناس أو ناس يمينيين. لقد أيقظ ترامب هؤلاء الناخبين وأولئك الذين تم تجاهلهم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي استطاع أن يوقظ هؤلاء الأشخاص. ومع هؤلاء الناس جاء عنصريين وأناس يؤمنون بتفوق العرق الأبيض. الحزب الجمهوري كان عليه أن يتعامل مع هذا التطور المحافظ المتشدد ليس فقط في قضايا الضرائب وقضايا اجتماعية. وإنما هل ندعم شرعية الحكومة الأمريكية أم لا؟ كانت هذه هي المشكلة مشكلة الأعضاء العشرين والبعض منهم هؤلاء الأفراد لديهم نزعة انتقامية شخصية من مكارتي ومن المؤسسة الجمهورية ومن نظام الحزبين. في هذه النقطة أسراد رافي لدي دقيقة أريد أن أستفيد منها بسؤال أخير لأستاذ توم. الرئيس السابق دونالد ترامب غرد أو كتب على منصته تروث سوشل بأن دعا النواب الجمهوريين للتصويت لكابن مكارثي. على الرغم من أن الأشخاص الذين لم يصوتوا لمكارثي هم من مناصري ترامب. كيف سيؤثر ذلك برأيك على علاقتهم معه؟ لا أعتقد ذلك. دعني أقول لا أعتقد أن الأعضاء الجمهوريين عنصريين أنهم يمثلون دوائر انتخابية كانت مهمشة ويشعرون أن الحكومة خذلتهم ولديهم حالة انسلاب بعيدا عن المؤسسة السياسية والحزبية. نعم. بشكل عام هناك عدم رضا عن اتجاه البلاد ومكارثي شخص موجود في هذا الحزب وهذه المؤسسة. والمسألة هي مسألة تصويت. عندما تكون في الأغلبية تكون لديك مسؤولية الحكم. وهذه تجربة جديدة بالنسبة للكثيرين من الجمهوريين. شكرا لضيفي الكريبين توم ديفيس ورافي باري.